يكمل يوارد معنا ساعة كده يكمل المنصر نعم هو احنا مشغولين حد ربعه نصر حد ثلاثة ونصر طب رهن دلوقتي معنا دكتور إبراهيم الأمماش مجامعة المنصورة هيكلمنا على البلازما موالي في النماذج الرياضية المختلفة اللي بنستخدمها في البلازما زي ما قلنا ان احنا عندنا في نماذج رياضية وكتير مختلفة بنستخدمها كل نموذج رياضي بيعتمد على الابليكيشن اللينا عايزه فمن المهم تاخد فكرة عنها كده عن النماذج الرياضية بحس ان انت تبقى مروح من المنصورة ان شاء الله كده وانت في دماغة أوبرفيو كده الدنيا ماشية ازاي دكتور إبراهيم قدام الساعة تساعة 12 ان شاء الله هناخد بريك في المطعم الدم في محضورة المختلفة المغلادية وانشيني واسم نعوذك من المنصورة بحسن نبي كنت أحنا عند Deal نحن نطر فتح نحن نطر فمارة نطر فتح وانشو لا أرداد اددى نحن نعوذك نحن نطر فتح عقام وهو لا أدد اشتركوا في القناة شكرا 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 تأخذ تعرض مع كل طالب مع الكوس بتاعه وتتشرح له بالتفصيل صح؟ وبتقال لي ان الانديوديو والبهيفرا السلوك الفردي مهم في الحتة دي عدد قليل اوه فتعامل معا فكذا؟ وده اول حاجة اول حاجة لازمة زي ما خلاص الكلام يعني هي بتعمل ايه؟ خلاص عبدالما خلاص في موديل مختلف حسب التصوير التصوير اوه فكذا حسب العدد لو العدد قليل والانديوديو والبهيفرا اللي هو السلوك الفردي مهم اللي هو السلوك الفردي بيهتم جدا بالتفاعهم او السلوك الفردي مثلا مثلا عدد مثلا عشرين واحد في الكلاص بيعمله ايه؟ بيعمله جروب توزيع يقول لك مثلا يقول لك مثلا مدد يستعاب الطالب من زي والمية الطبع خلاص يقسم لك الكلاص ده وليكن خمسة جروب من زي والعشرين في المية يحطوهم في كدر من زي والعشرين في المية يقول لك يحطوهم على تي والوكام واحد ممكن من زي والعشرين في المية ده من زي والعشرين في المية ده عشان يتعامل معها ويتعامل كأن كل جروب ده كأنه واحد وبالتالي العشرين طالب أصبح خمسة طلاب بس كل مجموع يتعامل معها كأنه فالط بس بيه شرط طبعا من الكلب ده يخش على النظار ديه ان ما يكونش بيه فوق كبيرة جدة بين البلتكليز في كل مجموعة دي الفوق بسيطة بحيس انه مثلا بطالية معينة الخمسة كأنهم واحد وده النظاري التاني الكائنات الموديل او الكائنات الكثيرة لتصورها بالنسبة للبلازم نيجي مرصة مثلا تخش يتلاقي مئة طالب في الفاصلة هتعمل ايبا؟ نيقولك ايه خد مستوى الطالب المتوسط يعني ايه؟ يشوف لك المتوسط بتاع فهم كله ونشرح بالنسبة لهم كلهم كأنهم قطعة واحدة وده البلازم النظاري التالي في الموديل لما يكون عدد كبير جدا والسلوك الفادي مش مهم قوي ممكن تتعامل مع البلازمة كلها كفلويد كأنك ومتاخد حاجة اسمها المتوسطات متوسط الفاهم متوسط الاستيعاب وده اللي ايه؟ احنا هنتكلم عن كل واحدة مديل يعني ايه؟ اللي بيسمى الفاتسامة بتاعتي الديتالز ممكن فهي اللي اتكلمت لها ان شاء الله هو بتتلح على حسن كل يتصوم ايه ازاي يتعامل مع التصوم لو انت هتتعامل بتتصوير بالنسبة البلازمانية مالهمش دعوه بعض ازاي نتعامل معها الكينيليك ومش عايفت او زي عمش عادي هتتعامل معها ازاي ازاي نتعامل مع كل تصوم التصوير اول حاجة لكل نظرية لها حدود سواء كان بيسميها حدود التطبيق كان نسال مثلا بيسميليها double effect F بتساوي مثلا V-VS على V خاص كده F يقولك في double effect ان التردد بتاع المصدر بيتغير ضغط الحاجة بتاع المصدر نفسه اللي يتكلم او هنا لو V-S اكبر من V ايه اللي يحصل؟ مطلع ميجاتف هل في تغضب ميجاتف؟ لا يقولك double effect تحدودها ان يكون سوعة الصوت ماينفعش التطبيق classic double effect في سوعة اكبر من سوعة مين؟ السوعة كذلك في النسبية النسبية ما قالش ان اقصى سوعة هي سوعة الدوب لا وكذلك كل نظرية او كل تصوه له limit single particle model المتاعها ان ما يكونش فيه collective behavior كل particle بيتعامل كحدة ما متفاعلش مع بعض لما يبدأ متفاعل مع بعض ويبدأ فيه collective behavior الناس كلها بتوضي مع بعض او تتكلم مع بعض single particle model ما يصل ايه؟ بيتداول بالفالاليتج تقيتها بالفالاليتج تقيتها بالفالاليتج تقيتها بيتسقط ماينفعش التطبيق هالنظرية دي مهمة او التصوه دي مهم جدا اول حاجة في الظواهر ماينفعش التدريسة الا في دي كان مثلا انا كنت في السلطة بيتشتمر الليزر بلازمة انتر اكشن يعني الليزر بيتسقط على طيب بيت بيتطبقك حاجة اسمه ان ايجدك beam البين دي ممكن تبقى ايونز ممكن تبقى ممكن تبقى نيوترونز ممكن تبقى بس طاقة تبقى عالية جدا فممكن استعملها في الكنسر ثرابي طب الكنسر ثرابي من ضمن صواء الخواص البين دي لازم تبقى في كل ميتد انت عاوزو بياله مسلا تسقط الشعادة على حتة زي دي لو البين ده مش في كل ميتد هيبقى في دي لحواليها صح؟ وبالتالي الخاصية اللي يسمى دي مهمة جدا فبيعمل بيها بيعمله انه لازم يدرس مصار كل بردك عشان يشوف دي وبعلي يحسنه وبالتالي السلوك الفرد بتاع كل بردك اللي هنا مهم جدا يبقى فيه خواقف زواهر لازم اعجب السلوك الفرد بتاع كل بردك مدين مسلا تاني حاجة ان فيه زواهر لازم يسمونه الفرس انسايت يعني الفهم الاولي للظهر لو انا فهمت فهم اول للظهر هبنى عليها حاجة مع القدر وبالتالي السنجل باردك ممكن تخليك تتعامل مع الظواهر صعب ممكن تبقى بايه الظواهر صعب يسمونه الفرس انسايت مذكرة يبدا تصوري البلازمة كيف يتعامل معها يبدا تصوري البلازمة يبدا تصوري البلازمة رقم اثنين ازاي تتعامل مع التصور ده ببساطة خاص احنا قلنا هو عبارة مجموعة من تشارجر البلازمة خلاص خلاص ايه انت عاوز منه انا عاوز حاجتين عاوز البوزيشن بتاع كله بقى رقم اثنين مومنتوم طب ايه المعادلات المعادلات اللي ممكن ندرسها معادلة الكلسة العديد اول معادلة اول معادلة بديدرس البوزيشن حيصو ار هو الفيكتر بتاع البوزيشن والاي بيمكن اي باطكة عادل الباطكة اللي انت عاوز وبالتالي اول معادلة التفاية والكلسة اللي بالنسبة للار دلتا تي على سوق ده فيكتر وده فيكتر ده فيكتر يبقى من اول معادلة دي انا اجيب من البوزيشن بتاع كل باطكة من تالي معادلة جيب من انا اكتبع عامة عندي دي قسة شوية بحيص ان انتبقى التفاية معينة المومنتوم حيص المومنتوم ده انا خليته بيها بحيص انه لو هو كلاسيكا لو يبقى ام في لو هو تبستيك انتبقى الجامع ام في وبالتالي معادلتين ايه قادة اجيب من واحدة وبالتالي اجيب من المومنتوم بس انت مش ياخد بقى من الحاجة ان دي وبالتالي كل المعادلة احترقها كان ثلاث معادلات وبالتالي انت عندك معادل حلوم ست معادلات عشان تتعامل تتصفلتك الواحدة كان ست معادلات المعادلات دي اول حاجة انت نصنى في المعادلات تسمى ده سهب عشان مباش بغش ثم اثنين اول حاجة لاني اتفاضل واحدة بس المعادلات المعادلات ممكن تبقى نالينيار 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 اكبر من قص واحد نسميها نالينيار واحدة بس الوضع محتاج تعالي لحتى الصنافة بقى سيرت المعاجلات linear first order differential equation صعبة جدا خلص احنا نجيب مثال واحد بس عشوه هو ايه التعقيد لو احنا طبعا القوة دي الرفي دي زي ما تبتلقى قد يجي خمستاشر قوة وفي اكتر كمان خمستاشر قوة ممكن تبقى ديكفيلد ممكن تبقى جنيدكفيلد ممكن تبقى برشا اللي انت عاوزت خلص احنا نجيب مثال بس بس عشان اوضح الموضوع لو القوة دي المجماتكفيلد احنا عاوزين ايه؟ عاوزين نشوف التراجيكتور بتاعه المصار بتاع البارك ده هكديد الغرض من انت جورد اعمل ايه هتلاقي البارك عامل كده بعمل جيريشن حوالي المجماتكفيلد انت عادي عشان كل السمرياس مازالية تحتاجك المعدد ست معدد تحلوه سواء كان الاناتيكالي يعني بيديك او نيوميته بغض النظر بس انت احتاجك كم ست معدد عشان تشوفك مصار بارككي بحرك في مجال المعرضيس ست حلوه استخلص طب لو انا عندي مجال القرار و مجال مرضيسي اللي يحصل عندك باركك ست معادلات بس قبل باركك اللي هتحرك في حاجة اسمها ايه كوس بي درفت داكو في قوة المركبة بتاعتي تكون عمودة على ال اي وال بي فيتحرك عمودة على ال اي وال بي بغض النظر يسوي المحصلة ايه؟ يحصل جيريشن ودرفت يعني يلف ويتحرك الفكرة كلها ايه؟ ان انت عاوز تحلي ست معادلات عشان تشوف باركك الواحدة ما بالتبقى لو انت عندك ان باركك بلازمة لو انت عندك في ما كمسان مثلا في بلازمة عشرة قصة عشرة قصة عشرة برميتر كيود ععرف يعني ايه؟ يعني الكل متر مكعد ما عندك عشرة قصة عشرة باركك طب لو عندك انت الجهاز مثلا تلك متر طب لو عشرة متر طب ما احتاج تحلي كم؟ ستة ان قبل عشرة قصة عشرة ما احتاج كمسان لو انت عندك عشرة قصة عشرة باركك ما احتاج تحلي ستة عشرة قصة عشرة قصة عشرة رغم كبير اه هل ده تستاهل انت تحل كل ده؟ تقولك ماشي اول حاجة انا ممكن احلها بس مش هتبقى انا ناتجة طبعا مش هتبقى تحلي بليدي جعلناها السيميوليشن حتى السيميوليشن اللي يبدو ايه؟ يسموها انسامل يعني ايه؟ ما قدوش عشرة قصة عشرة شيء معينا بحيث يجبك التصوير العاجر هل هي الظاهرة انت تدرسة تستاهل ان انت تقعب لا هناك ظاهرة انا ليس بحتاج الى ثلاثة حاجة و هذا المهم انا بعمل مثال وبشوف الداتا بتجيب ليه وبقارن بينها اول داتا بتيجي وبقارن بينها خلاص داتا والداتا بتعملش مع مع الانديفيدل البييفر ما يجيلكش مسلا سوعد كل واحد لانا بتعملش بعدها وبالتالي مش اقضى اقارن بينها وبين الموديل بتاعتي عشان كده احنا نقضى نستغن على بحاجة تانية حاسمها اللي هي مين القيناتك موديل زي ما رأيتك من شوية ان انت عملك عدد هتقسم الطلبة هتقسم الطلبة حسب ايه مادة استعابة في البلازمة بيقسموها حسب حتين الفلوسطي والانرجي الفلوسطي والانرجي يقول لك مسلا من 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 زير و عشرين في المية من الفلوسطي مسلا يعني اه عدد عدد معين وبي اسمها ايه توزيع يبنى بتعامل مع في البلازمة وفي القوينات البيوتو بالعامل مع ايه مع توزيع وليس البيديوال بارتكلز عاصل كده قبلي ما ابدأ اخش بقى لازم شوية وبالتالي قبل ما اخش في القوينات البيوتو حاسمها الفيزيكا المصطلحات الفيزيائية اللي انا استعملها في الموديل بحيث ان انت مديني تكرر اي كتاب تكون هو بيقصد باقي وده اكبر مشكلة مثلا ما انا مسلا في انت برد كان مسلا دكتون مسلا قاعد يتكلم في مصطلحات وانا مش فهم هو يقصد ايه وبالتالي لما انت تفهم المصطلح بيتكلم عن ايه تفهم هو باقي بيقصد ايه نجي مسلا في القوينات البيوتو في شوية كنت مصطلحات لازم انت تعافها اول حاجة حاجة اسمها الفيزي سبيس الـPACE ده عبارة عن حاجتين حاجتين حاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها انت لما في الواقع في الحالة العاملية باهم فين مثلا يقوم بعد خمسة سنتا على العامل ده في التجاه اكس وخمسة مش عالف اي فتجاه هواي هو دي بس في القناة الكثيري انت كمان تبتحدد بحاجة كمان الـPACE ده لان احنا قلنا احنا نقسم مين هنقسم مجموعات بالنسبة من الصرع او بالتالي كمثال مثلا البان اللي هنا في بس الجوة تتجاه ده كل بارتك اللي هو سوعة معينة طبع الفرق مش كبير وبتلع عشان تحدد موقع كل بارتك اللي في الكيونياتك ثير محتاج حكتين اللي هي مين؟ الـ X أو R الـ Configuration is based ومين؟ والـ Momentum أو الـ V الـ Combination باللتين ده اللي هي اللي حاسبق ليه؟ الـ Freight is based يبقى الـ Freight is based هي عبارة عن Combination بالحكتين أو حاجة بتعرفك موقع البارتكيل في الكيونياتك ثير الـ Conferration is based اللي هو الـ Real is based والحاجة التالي اللي هي الـ Freight is based اللي هو موقع البارتكيل بالنسبة ليين؟ السوعة بس كده؟ تم عشان ندي حاجة اسمها الـ Distribution function بالتوزيع الـ Distribution function معظمة اللي يجعلها فلوسطي مش انرجي ناشي في حالة معينة كده بس دائما يجعلها مين؟ الـ Freight is based الـ Freight is based توزيع البارتكيل بالنسبة للسوعة توزيع البارتكيل بالنسبة ليين؟ لسو هجيب مثلا الماسولية ونفهم المعنى بتاعي قد الماسولية هنفض ده الـ V هون انا هفض مثلا لاني انتبع على الـ Distribution function زي ما تلكم بيعتبر على الـ X والـ V والـ T فهفض ان انا هرسم الدالة دي على الـ T ولا يقول هو واحد بواحد بسا و الـ X مثلا عنج هو واحد او عرض الـ X بزيوة يعني الـ X بزيوة بس انا دا سنقول بسا ادى الـ F هاي وده السرعة بيسلم واحد سرعة عام كده تعال افتن بمعنى ده ده F وده السرعة وليكم مسلا عشر في المية عشرين في المية مسلا وهي كاسا يقول لك كل نقطة من دي عضا عن ايه؟ عضا عن مجموعة من الـ Particles لها سرعة معينة ولها مكان معين وبالتالي زي العادي الناس يقول لك ايه؟ الناس مثلا بديك تقسم طلبة يقول لك مثلا خمت عشر في المية عائلهم مستوحش خالص عشرين في المية ووسط او مثلا اكبر نسبة توقع مين؟ الناس الوسط اللي هي الحادة ليه؟ ده بيسموها الـ بعدها عرفين يعني ايه؟ يعني السرعة الاقصى يا احتمال يعني السرعة اللي معظم الـ Particles بيمشوا بيه وبالتالي تبقى هنا ده السرعات العاية تلاقي ناس قليلة اوي اللي تبقى متميزة حتى ما ديجي تقيم الطلبة كده يعني فوق المتوقع ده تبقى الايه الاوي عائلهم ما ساوليكم تبقى ده ممكن تتلاقي الـ Particles اللي هون كان يجع عشر و السبن بسا من ثمانية بقى شعودية تكون normalize شعودية مالما ماشي مالما ماشي 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 اتكرب على المعادة بس وبالتالي تفيد عبارة الدنستيب هو ما بوي يعني الكسافة المحتملة بريونة سبس بوليوم الكسافة المحتملة بتاع كل بوليوم دي خلاص تمام تب اختيار الفوليوم فكل لما كنت رشي خطارها يا بولك من الصفة العشرين من الصفة العشرين دي مستهلة مش فعل ان تجدت عشرين اه يقولك لقى فاش روت بالفوليوم بتاع الفيسيس بيس ده اللي هو ده اكس ده اي في ده فيش روت كنا جدا عشان تحققها اول شرط ان ما يكونش صغير جدا بالفوليوم ده صغير جدا بحيث ان انا بتعامل مع باطري صح لما انا صغر يبقى ان انا بتعامل مع الفيديوه صح يبقى هو صغير بحيث ما يبقاش صغير بحيث ما يبقاش صغير بحيث ان اتعامل مع الفيديوه الباطل اقام اثنين كبير بحيث ده اي الشرط بهم بقى ما يكونش كبير بحيث ان البرت كرديا الفرقات بينهم كبيرا مهم جدا انا عاوز بتعامل مع طلبة الخمس طلبة كأنني ما جايش رحلهم بحيث رحلهم بطلبة معينة واحدة بس وكلهم يفهموا نفس الطريقة ليه لان هما الفرقات بتعاملهم ببسطة خاصة على سبيل المسال لو انت بيسدسوها مثلا عندك الالكتر فيلد لو عندك الالكتر فيلد ده تتغير وتعوى لكم كل واحد ميطر يعني مثلا انت عندك الالكتر فيلد ده اواما ممكن يمشي كده صح؟ ممكن يمشي كده لازم التغيب دعونيكم مثلا التغيب دوريكم واحد ميطر يعني بيزيدوا الالف واحد ميطر لازم ده يبقى اقل بكتب من من واحد ميطر بحيث ان البرتك اللي موجودة في ده تحس كله بنفس جدة المجال الكرار في مثل الفكرة ان انا عاوزك تحس بنفس الخاصية كلية نحس بيه هي تطاعة الشرح لما يكون عجل كلهم تقريبا مستوى فلتشح لهم بطاعة واحدة ده حتى مثلا مثلا ممكن في نفس الكراس يدوم منهج مختلف كل تيبل لها منهج مختلف في رايدين في الماغ في كل كل تيبل كذلك هزال هنا لازم الفوليوم ده شرطين صغير بس مش صغير بحيث ان انت تتعامل مع الفيديو البارتكل ومش كبيرة بحيث ان انت تحس بحاجة مختلفة كلنا واحد خلاص كده؟ طيب ايه من زيتها؟ انا مدى ما كنت بتعامل مع عشرة تلف بارتكين لما تقسموا العداد ده ممكن تقسم مسلا على حصلحت 100 جروب مثلا او 100 خمس ستيب وزي ما نتقمن شوية يبقى ايه؟ بتوزحهم حسب السرعة او احنا مسلا في الستيودان تبقى ايه حسب اليه طريق الفهم بتاعهم او مادة استعادة ده هي وبداية تصورنا من البلازمة ابتدأ قائناتك ثيرو تب ازا ايه كم اه اتعامل مع البلازمة لما يكون ليه لك بتصوير بتاعة ده؟ يجد عليك مبتزباتك يقول לו اهيه بقى يقول لك مثلا غير مبتون شرحة وليد شرحة اول سيئة اول سلمان ان البلازمة عباها عن جاز. صع? بس مختلف. uh-يونيزد. ما الجاز العاني ده جاز بس وبالتالي انه ممكن اعمل بينهم. قال انه هو عمل مد بالتزمان. قال انك انا ممكن اعمل اللي بالتزمان دسة للهوا. ممكن اعملها المين? بس بعد ما يكونش فيه الهيكترية فورسة بينهم او او انا ممكن ادخل اجترية فورسة بينهم. وبالتالي احنا اخذنا في كامل الكتير دي بتاعت البرازمة اتخذت من 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 النيوترالجاز اللي هو بتاع الجاز العادي. خاصت لي؟ ده. طب ايه ازاي بني ديسة؟ ببساطة خالص. ده عبارة عن نمبر. الف ده عبارة عن نمبر. توزيع. وبالتالي انا عاوز اعرف تغيير ده بالنسبة لي الزمن. صح كده؟ انا عاوز اعرف حالة العادة ده بيتغيير الدقيقة. فعلنا كمسال مثلا. التيبل دي مسلا. انا عاوز اشوف ان نمبر. الناس اللي هدقوا هنا تعمل ايه؟ هتعقد على تابل وتشوف الناس اللي بتخش وتطلع صح؟ وزيدي لل. فس كده تاني. لو زاد يبقى الف ده تطلع موجب. بتصلكم التن ده يبقى مدتو عن الوقتين خلاص? اللي هو البخشة الف ده اللي بكي لشندل حداة عن الوقتين. طب لو هو بيال يبقى العادة يطلع سالم. هي عادة ديسبيجا فاقش يبقى يطلع ثاني. الاف ديان تلات حاجات. ده تلات حاجات. ممكن يبقى يعني يعني مسلا وليكم مسلا امنيش في اشتبه في الكني هو مسلا حاجة زي كن ايه مسلا. خلاص? ده نيوتر. في السيستم ده كان نيوتر. خليت وفاصلتم عن بعض اصلاح ايه? وبالتالي اللي هو لدي سيستم هادس الان ايه? وبالتالي الان ايه زاد ولا لا? زاد ولا لا? زاد. وبالتالي ايه بيزور مين? اللي تشارج الباطل. ده حاجة. قومتنية. بعد شوية الان ايه نضمه تاني. حصل في الان ايه عاملت ايه? الاي نايز. عاملت ايه? قلت. يبقى ايه بيقلت عدد. ده الحاجة اسمها تاتشمنت. يعني ايه تاتشمنت انت عاملت سنزل ودوسه قلت. الدست ده حاجة كبيرة كده. لو انت بتدسل الان ايه موجه. مثلا. هيحصل قتاتش مع مين? مع الدست. يبقى الان ايه عامل ايه في السيستم قلت. يبقى القتاتش انت معامل ايه? بيقلل الان ايه? اللي تشارج الباطل. خلاص? طبعا ده حراك مختلف يعني. يبقى ده المقادلة الانت لس بقى من الديناميكس بتاعت. طبعا. ماشي انا اوضي بعنا ايجا عطل ماشي. اللي هو الكون ده. ده حسب الشكل بتاعه بيختلف باسم المعادلة. ده مش عارفة. هي الصح. ده الصح. ده الصح. طبعا مش حاسم عصا اي ده استراحات. ممكن تغييرها. لا في الدين ولا جاي. لا مش حاسة في الاستراحة. وبالتالي هي اسمها بلازمة كويتش. حسب الترمي ده بيعيد تسميته. كمثال. لو الترمي ده الكويتشنط. الكويتشنط ده. نتقى عن الترمي لو الترمي بتاع ذلك بتاعت انهما تنبية حابة مع怪 وانه. بسموه كويتشنط. لو الاف ده اللي هو الكويتشنط اللي عطاره في الطريق ده بيسموه فوق البلانك كويتشنط. بيسموه معدد اسم ايه فوق البلانك اكويتشنط. طب لو تتمي ده صفر. مفيش كويتش. النمر يزيدش ولا بيقيل. يعني لا. اه آآ لا يفنى ولا يستحس العدل اللي هي الطاقة يعني خلاص? هنا الباطل. بيسمو ايبه? او سعاد بيسموه الكوليجا لازمة اكوشن. فهمت المعمل? يبقى لحسب الترم ده اسم بايه? بيختلف يعني مفيش مشاكل. فهو نفس المعادلة متتخنقش. لا هي في كلها في الترمي الاخر ده. فهمت المعمل? انا عامل اعطيبه لدد. وبقول لك انا عاوز اشوف انا هشوف عدد الطلبة اللي انا ها ها هقابلهم. هعمل ايه? عشان بتطلع لها الجيلي. واتطلع لها تمشي. خلاص? يبادر تدر ترمي. طيب لو انا ما اتحاق في القاعة. وانا ما امشي. ايه اللي يحصل? اه الكمية الفيزيائية اللي بدرسها بتغير تغير تغير مفيش الايه? الحركة. وانا ماشي قابلت اثنين. وانا ماشي حتى تانية قابلت تلاتة. يبقى كمان الكمية الفيزيائية مش بتغير بس حسب المكان. لا. ده كمان حسب الحركة بتاعتها. وده احنا اسمها ايه? الكمية الفيزيائية اللي انا باديسها هنا. دل في دي والاكس. في الطايم. انا عاد على البداع. والطايم بتغير. السوبوتش الفيزيائي. الناس بيجيديو الناس بيجيديو. لا ده كمان في ايه? تغير بالنسبة للاكس. خلاص? فلما اجيب التغير الكلي للنسبة الزهدية ممكن تكون ايه? ممكن تكون ايه? ممكن تكون ممكن تكون في اي كمية فزيائية. مية ايه? هعمل ايه? اقول ايه? ايه? التغير الكلي. اعضاء عن ايه? التغير وانا قاعد في المكان بتاعت. ايه برشا ال ايه عشانك اصبحت ايه? تغير جزدي مش كلي. فانا قاعد. اوه بس عميس عدد. اكس في السوب اكس في زيون. والطايمة تجي مين? الحركة. تيجي ازاي? اقول لك برشا ال ايه? على برشا ال اكس. دي اكس. على مين? على دي بتي. نتيجة مين? الحركة. دي مين بقى اسمها ايه? السرعة. طيب لو السرعة صفر. هتجيب بس التغير كله هو نفسه وانت قاعد في مكانه. يبقى الكمية الفيزياء مش بتغير بس حسب اللي انت عارب فيه. لا. مكمل حسب مين? الحركة. الحركة. مين زي? اللي هو التغير ده? هنغيره. خلييني. ماشي? تبتيجي بقى ايه مين? نيجي في اللي اه. ده مين? ده ما يكون اكس بس. انتب لو هو اكس وفيه. ده مش بتغير ده بس الزمن ده. ده كمان باليبوزيشن بتاعك. اللي هو الكمفوريشن سباس. ومين? هو الوصف سباس. اللي هو اللي هو. تعال اولوه عشان. معنا حقوقين. دي مسلا دي ايه? على دي تي. ده دل في دي. والاكس والدي. تغير حسب الحاجة. اه في المكان نفسه. وعن تغير برشال ايه على برشال ايه على برشال اكس. دي اكس دي. ايه في الكمفوريشن سباس. بحاجة كامل من ايه? ايه. ايه. الوصف سباس. برشال دي على برشال دي. او دي. ايه. وبالتالي الكمية الفيزيائية مش بتغير بس حسب الزمان. وانا المكان بس. اذا ده حسب البوزيشن بتاعك في الفلوسطي في ايه? اسباس. ده عبارن ايه? ده عبارن برشال دي مش مشكلة هون. وده عبارن سرعة. وده عبارن ايه? اكس دي. صح? ايه. 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 هو كده. ايه. عاز كده؟ وبالتالي انت كبال مش مش كده بس ده عدد التقاييف السرعة ما تقرر فيه في العجلة اللي هو مالش. مالش? معدد ده اللي بلتزماني الكلية او الكنالات الثية بتكتب كده اي اف على دي دي اكزي معرفة الحدي دي ممكن هتبقى اكتر من طريق وعمل كلمعنى الفرق بينه ايه عشر اف على عشر دي ديفرجنز في اف تعال تقول دي بكتري عن عشر ديفرجنز اي اف ديفرجنز اي اي اف ده الفرقس بتاعك ده القرم تبقى بالنسبة ده بس مين في الكنفرقس ده الفرقسة مين في الفرقسة بس 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 انا ممكن اقتل معادد بشكله تانى ودي بي تلاقيه مثلا في الكتب أسلع برشة اي برشة اي برشة اي برشة اف او برشة اف بلص فلحكز له على كده بي اف او لكلين ودي على كده A V دمين دمين أركز معي لما لك فك الترميدة لو الترميدة بيساوي الترميدة جمع دا إبرجنت فيكتور مضوف سكيلة بيساوي هي تلع لك V جراب F بلس ديفجنت مضوف F بيساوي تابين فعبين دا وداد التمين هو المختلف التمين دا يساوي كبير صح؟ ده؟ هو ده؟ ده متخدم ده فين وحفين؟ بسه وصف فيقول لك بقى ايه؟ ان مفيش للدستيبيوشن فاكشن فين؟ في في الفروس بس بيس ده بيسموات يعني غير مضبوط وبالتالي السرعة لا تعكمد عالكس معاناها معاناها يعني غير مضبوط ده بيسموات ده بيسموات هتلاقي ان ده بيسموات معاناها معاناها ان ده بيسموات ده بيسموات ويقول لك في الفروس بيسموات معانا مهمة يبدأ اصبح للمعادلة الاخيرة بتاعة الكيميتك ثيو هتبع ونتكلم عن كل ثم وودي تلس الماسماتكس مش ايه؟ في ايه وقت انت عالتيني وانا نتكلم مرة ما على تلس المسجم بالتاليس الماسم Ä تبعنا على نفس الماسم تنسل وعالتين هي عبارة عن التغيّل الجزء بتاع الدستيبوشن فانكش يعني هون قاعدة على الطاور بيزر في مكان معين زائد الفلاكس بتاع V F لما بتحرك في الكونفوركيشن بيس عبارة بيزر زائد تغيّل في مين؟ ده معرفة ده V تغيّل بالنسبة للصوحة لمين؟ يبقى هي عبارة عن تغيّل في المكان اللي انت فيه أقام اثنين في الكونفوركيشن سبس إلينا بيقابل الناس وانا ماشي ده اسمه فلاكس أو في الفلاكس في الكونفوركيشن سبس يبادل تغيّل كل في تعمين الكونفوركيشن لو بيسوي زيرو اللي احنا بروحيه الطاقة اللي تفنى وتستحس من العدد لكن في البازمة اللي تفنى وتستحس من العدد اللي احبقناه لو هي بصفر يبقى القانون ده يتفنى وتستحس من العدد ما بيش ايونيزيشن ما بيش ايه مبينيشن ما بيش ايه انتاتشمين طب لو فيه ما بيستخدو الصفر حسب بقى الفنوما اللي انتو درسل هل هي ديسكريت يعني اثنين بيتخطوا بعض زي ان يضع الجاز تعليك مرتزمان فوقها بلانك لا كوليكتف بييفيه ومجناتك فيلد ومجناتك فيلد ومش عام وهكذا ده الشكل اللي اهام خلاص يبقى انا الديناميكس بتاعت السيستيم عباعا بقى ايه بادس السلوب بتاع مين في السنجل باديك بتبادس ايه بادس الوزيشن والمومنتم بتاع كل باديك لا انا في الكندات الكثيري بدرس التوزيع بتاع الخطوة بقى كل تيمور هتحسنه او لا الوقت لها اثنين من التوزيزة ديو او لا المجموعة تبقى بقى 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 من 20% اثنين بل 30% او لا ومجن بدرس مين الديناميكس بتاعت التوزيع خلاص كيف فهم نفهم اثنين تمام خلاص ان درس الديناميكس هستفيد ايه و احنا في المعامل بيعرفش يستيبش اتفاديه صعب جدا الان يعملو بها بيجيب حقا اللي اسمها الان؟ المتوسطات تد نجيب المتوسطات ازاي؟ و بسط الخاصة كامسال مسلا أنا عاوز اجيب أنا عامدي مسلا تات او لاد مسلا مع كل ولد مسلا بقى معي المعاومة عاد معي المعاومة أنا عاوز ف الاخر كلهم بقى نفس العدد نفس المنونة نفس المالة هعمل ايه؟ انت ماجدت اثنين جنيه هاتون اللي يا تاتة جنيه مختلفين اهو المنطرية مختلف في اثنين جنيزة ثاتين جنيزة الخمسة جنيزة في الأخير اجمعها ومعسمها عن إيه؟ عالعدد اليونت سيء عباها من؟ الباو الجنين المصصة طبعا Dean فاي عميذة مثلية مومنتور هعمل إيه؟ هاجمع التوزعات دي واضغبها في اليومنتور وستمع العدد كل يتلعقا إيه؟ المومنتور المتوسط اللي هي كذلك المتوسط فانا عاوزنا مجيب الانرجي من المتوسط هعمل إيه؟ هجمع دتكتغل ديت تجميع هجمت يا اجمتك اف ده ر短ها плюс وقدت يبدو على العدد صلة الرسالة ولكم يوك تنفيض عش asegع £ ثم تحل زي بعد محيل المعدله ده دي معادلة فيه في الـ في المتغير اللي فيها اللي بيسموه الـ 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 حلية هو باندج مين كنت تعمل ايه المدير يقولك نحوز اقام بالـ أولة بالتده تقولك خلص تعالة بسيطة خالص كوت حالة يسمع المومنس المومنس معاناها الـ عدد كلي ما زي ما قلتك خمسة عطار ارزة دي وعشة عطار ارزة دي ومش عارف عطار ارزة دي. في الاخر لما اتجمحوا بكلوا يطلع لك ايه؟ العدد الكلي يبقى انت لو كاملت عدد كلي العدد كلي يبقى دهو حاجة يسموها zero moment طيب لو عزي المومنتم هعمل ايه؟ اضغب الدستبوشن والعادد ده 8 في المومنتم مو كامل عليه؟ يطلع لك طيب لو عاوز الانرجي اضغب الدستبوشن في الانرجي يطلع لك مين؟ الانرجي وبالتالي تدخلون مين؟ ماشي طيب خلص نقول لك ايه؟ بدل التعقيدة دي طيب مانا كده كده نعاوز الانرجي طيب ما فيش طريقة الدست الانرجي ورشوفا طبعا في ممتاز في طريقة تدخل تدخل الانرجي حتى ملحوظة كما قلت على الانرجي لازم تدرسه على الانرجي كذلك الكاينتك مو好的 فيها حاجات معينة اللازم تدرسها بالكاينتك مويدل مثل مثلا بقل لك مثلا لما يكون الظاهرات التائج تغيرها يعني تغير كل مسافات صغية كل مسافات صغية كل مسافات صغية عن المسافة من الجروب والجروب الصغية يجب أن تدرس بالكاينتك مويدل والاحدة مثلا ان شاء الله دكتوري وردتي ستسمى الانستابلتي من اكتر حالات اللي لازم تدسل هنسمها الفلوسطي انستابلتي اللي هي التوق انستابلتي وليس عافية لازم تدسلها مايه كنينة كثيرة اللي تعتبر على البيهيفيور بتاع الايه الجروب بتاعك كل واحدة يبقى كل حالية المتس ماذا المتس بتاع الكنينة اللي ودينا الفلوود يقول لك لما يكون الويب لينت كبيرة او يقول لك الكين لما تحلل زيو لما نجي عمل سوى النمج ما نجي من المسا نكتب بحسة الحالة ولكن عاوزة عملتها كنينتك عاوزة احصل على الفلوود تعمل ايه حط الكي المتس بتاع الكي اللي هي الويب نمبر اللي هي عكس الويب لينتس حطها بزيو انت حفاهم انت ايه يعني الاسكيل بتاع الكيبير قوي البيدي والجروب دي مش لهاش تأثير وفي الاخداد اتجيب من الافردش كونت يبقى كل حالة المتس بداية ونهاية نجي على الفلوود مونت ماشي زي ما قلت انت زي ما تقول بقى كان دلس الكيبير فيه وفي الاخد بجميل اتجيب الكيبير ما فيش طهر اخش على الافردش مواشر بقى ادرس الافردش بقى لك اربط بساطة زي ما انت خدت المومنت بتاع تستيبوشن فانكشن جابيت لك الافردش كوانتتايز زي مسلا المعادلة بتاعت المعادلة بتاعتها يبقى هي دي المعادلات اللي تدرس بها المومنتس خلص كده يبقى المعادلة تدرس المومنتس انا عاوز اجيب معادلات تدرس المومنتس اللي هي المعادلة تدرس المومنتم وعادلات الانيرجية اضراف كل مومنتس انت عاوزها الزير المومنتس اللي هو المومنتم السغل المومنتس انسوق ماشي هيطلع لك معادلات تدرس مين المعادلات اللي تدرس المعادلات على سبيل المثال لو انا درطت المعادلة دي في ما درطت شو حاجة كاملت عليها بس هيتلاح معادل مين؟ التغيو بالنسبة لليللنن باط clinics أب Lightning ده . التغيو بالنسبة ل هو ده الفلقس لو الناس بتخش شريعة من الموجب لو بالناس بتطلع بينه ايه؟ بالسالب والعرض بيتغيب يزيد او ببقى ده الفلقس خارس كده؟ طب لو السيستم ده إن كمبارسول يعني غير مضمون هلنفيك الترمي ده شايفيني اللي هو دايبرجنس إن يو السالب في كعكين اطلع لك دايبرجنس يو جراف إن لان هي سكيلة بلص إن دايبرجنس يو دايبرجنس تجيزوا معاين لو الـ الـ ما بيحصلش انتغاطي يعني مش شوية بيمش كده يعني ما افتحه تاني لا كلهم في خط مستخن واحد يبتني ده بيساو صفر اللي هو زي ما تطبعها دايبرجنس بيساو صفر وبالتالي اسمها إن كومبارسول فلوود بدي اسمها في الفلوود مكانيسا بس البنزة الغالبية نحن لاحظناها إن كومبارسول خاص كده؟ تعم الان هي بيسموها الغالبية 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 لو أنت بتتكلم عن نفسه يبقى النفسه الغالبية ثانيا موما تتكلم على الـ مومنتم يبقى ديسة الغالبية اللي بيساو دا بيساو صفر لاننا فارض إن مفيش اثنان مفيش مفيش تب لونا خدتهم في الاعتبار بقى أعضاء عن صور الغالبية اما بعد ذلك يسموها عدد الباطن لا تفنى ولا تستحت تسمى عدد بيساوي صفر لو تفنى يعني تستحت تسمى عدد بيساوي صفر عشان كابل سامار كونزه بيجال له ده انت لما كامل معادلة ببساطة خاصة ودي تلزم في اي كتاب اقول لكم ان شاء الله طيب يعني حلو يعني تسعارك حلو انا عاوز اجيب الثاني حاجة زي ما احنا قلنا عاوزين نجيب المومنتم ودي ثانى حاجة كمية فيزيائية ما احناك المومنتم بتاع السيستم ونا حصلوا حاجة مهمة كمية على علاقية ان انا هو احناك بدعمل مع اليودية اليودية معنى البيعية بقى ماذا Epic صفنة السيستم كله كان انا ان اعتبارات السيستم كله قد إن هو بالطاق اللي يتخرك في انتفاقratoz الاتنين هناك لا لكنubaين لكل بالطاق اللي هو صفر عين Premium او كل جروب له صفر عينة كل ذلك56 كل بدت الكرير الصفر unin اما هنا كن ايه السيستم كله بتلحق بسرعة واحد بيسمع الفلو فلوس تي خاز كن? هل نيجي هنا لما ضرب المعادلة دي في الفيست مومنت اللي هي المومنتم ام في وكاميلة بتوقع يحصل ايه? هيطلع لك معادلة بتدرس من ايه المومنتم وهنا المومنتم بتعم ايه السيستم كله ممو. ممو. طبعا ده عشان دبتو قليل قل زي ما نبدو شهير قال ان احنا عندها حرب كبير من ماهه الباطل نسمه المومنتم دنسة. وده تغير ايه اللي هو التغير ونتيجي ل خرق. كل الكوى دي زي ما دبتو قل الان كل ده لها معنى. كل حاجة لها معنى فيه. الدكتور قال الكلام ده. قال لك انت بتعمل ايه? مثلا بتعمل ايه? بتعمل دي منشل. ده اللي ليه? ده. فيطلع لك ده اللي المعادلة دي. الدم كل تن برامتر. بيسموه دي منشلس برامتر. عبقى عن نسبة بالحاجتين. تحسب النسبة دي للسيستم اللي انت عاوزه. لو النسبة دي مسلا وليكن العربة. ايه? في مثلا اكس. بي وي. ناقص مثلا س في زي. بتحسب الايه? بتلاقي مثلا ايه? مية مثلا. والس تلاقي كبه واحد من عامل ايه? عامل ايه? دي منشل. دي اللي احنا بقى اللي انت او بيسموها البرامتر. لما تجي تحسبها وتطلعها ايه? زي ما دكتور قال كده. بتقارب ها. هل هي مهمة بنسبة دي? هل لها تأسيك بي? يبقى. يحصل ده. كولي دي كولي بقص عالي. فيه اختب من كده يعني. بس دي يعني ايه? ايه? نيجي مسلا انت مثلا اقولك مسلا اتكلم على ده. اللي بصاي ده ده. ده تنصر. تنصر ممكن يكون ممكن يكون حسب الرانك بتاعه. لو الرانك بتاعه زيو يطلعك سكيلر. طب لو رانك بتاعه واحد اطلعك فيتور. اتجاه ايه ده ده. طب لو اكبر كده يبقى تنصر. فيه مثال يعني عشان تتفهم ده. لو انا عندي البرشار ده كلهم في نفس الاتجاه واحدة. وبالتالي ما تعملش على اتجاه. فاصبح تنصر اصبح ايه? اللي هو زيو بالترانك. اصلا? وبالتالي المعادلة اصبحت بالشكل ده. اه ماشي. انا كده معنا بتبصي بعد شوية اصبح بسيطة. طب لو انا عاوز بقى اجيب الانرجي. يبقى اول حاجة. اول زيو مومنت. بعد كده اعاوز اجيب بتاع السيستم عشان شوف الكمية الحركة بتزيز ازاي وبتحرك ازاي او الفلس بتاعه ازاي. عاوز اجيب بقى الانرجي. تنصبوت. بسيبقى الانرجي. اعمل ايه? اضرب معادلة في الانرجي. وكامل عليه. هيطلع لك الانرجي. ودي معادلة الانرجي. ده ده بيسمون انرجي دانستي. ده من الاول. دي اصبح انرجي دانستي. ده يعني الانرجي برينت فيوليوم. ده ليسمون. ده كون اسمه فلاكس. لو ما فيش تغير في الانرجي يعني الطاقة محفوظة. زي ما احنا يقول ما فيش مبيش هيتينج. يطلع لك تبني بسوا زيينج. طب لو الطاقة غير محفوظة. فيه كليجين في هيتينج. ده بدخل كوة من بره يطلع لك تبني ده يسمون كل كمياء من دي لها معنى مثلا زي كوليجن ده وده هيتيني وده لو انت فلاكسة انت بزوق انت البرط كبه لو انت الاناجة بتغيرش يتطير من ده كله بيزوزيهم وميطلع لها معادلة بيسموها الاناجة تب لو هو الاناجة تختلف لا يبقى لازم تده حط كل كمي من دي يبقى دي المعادلة تدرس مين الانرجي دنسي ماشي انا ممكن تبع تماما اول واحدة اول معادلة عشان كابس هو الزير مومنت عشان تبدأ اسمين تب لو عاوزة تنسبسل انرجي دستيبوشن فوق شو عامل ايه ايه اوز زيو تب لو عاوزة معادلة تانية فيوس كام واحد فيست مومنت بتاعت البروست تبعلك المومنت تبعك وش كاما counted الجن Österreich نص Terry V quair ادا ان تصسل موعدلة تطول كام واحدة موعدلة اتنين ان ومين مزايب الطريق معادل تاني اللي بتحلي مين؟ الـ U هطلع في الـ U هطلع معادلة مين؟ ايه فيه؟ هطلع مين؟ الـ 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 هطلع معادلة الـ هطلع معادلة الـ الـ وهكذا ومنا عاوز اعمل الـ عامل حاجة اسمها او لازم الـ كل حاتك وعدد المعادلات بيسوا عدد متغيط ده ما عافة خالص اعمل الـ لو انت عاوز تعمل اقل اعمل المتغم weakening لازم تفقد معلومة من الـ لاازم تفقد معلومة كل ما تضف معلومة من لديك معلومة جدا لا أعاوز يعمل ذلك الـ صعب عليك انت لا عاوز كده بالنسبة لي ما هي المعلومة التي نفقدها؟ نسمىها الـ معادلة الحالة وهي علاقة بين البرشور والنمبر الدنسيتي والدينة خلاص ما انتك تحتاج معادلة تتحل وهي كذا هيك مش عارف اين قال له خلاص انت عاوز مش عاوز معادلة تاني كيف خلاص افرد انت معلومة من عندك بس انت بكده مش هتععف الديتيل زي بتاعتي يبقى انت لما تفرد حاسمة الكلوجر او الترانكيشن يبقى انت بتفرد معلومة خلاص كلا؟ وبالتالي اصبحت المعاجلات بالشكل او بيسمى المومنتوم كونزيفيشن لو او كونزيفيشن لو